تحية طيبة للجميع نلقاكم متابعين عبر قناتنا تقس العالم نقدم لكم جديد تقس الجزائر ونشرية جوية خاصة وتنبيهات فيما خص تقس الجزائر اذا المتابعين لا تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لتقس الجزائر متابعين الكرام سنقسم هذه النشرية ان شاء الله على فترتين فترة الصباحية والفترة المسائية حيث من المتوقع خلال فترة الصباحية ان شاء الله امطار مرتقبة على مناطق الجلفة لمسيلة لغاية مناطق بسكرة والدلال وبعض الامطار خلال فترة الصباحية ستميز اقصى لغرب الجزائري خاصة النعمة والمشرية باتجاه منطقة الصورة وبعض الامطار على ولاية يندوفو وادرار ان شاء الله امطار غزيرة معتبرة خلال فترة المسائية على ولاية تيارة الجلفة الاغواط وايضا لمسيلة وبوسعادة باتجاه بسكرة والدلال خلال فترة المسائية أمطار أيضا مرتقبة على المناطق الصحراوية على غرار أدرار المنيعة بالإضافة إلى مناطق ولاية تندوف وأيضا أقصى جنوب الجزائري تامن رست أمطار مرتقبة تكون غزيرة أيضا كما قلنا على مناطق الحضنة وشمال الصحراوية الوحيد قد تتجاه إلى مناطق وديسوف وأيضا لمغير وولد جلال إن شاء الله خلال الفترة الليلية أمطار أيضا ستعود من جديد إلى مناطق الأغوات والبيض والنعمة إن شاء الله وأقصى الشرق الجزائري على غرار سوق هراس جنمى قسنطينة ميلة وصطيفة متابعين سنوى فيكم بتفاصيل مهمة في الساعات المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته